مؤسسة حياة كريمة أنها تواصل ذبح الأضاحي المكلة لها من المتبرعين وذلك للعام الثاني على التوالي وتستمر عملية الذبح حتى عصر الرابع يوم عيد الأطحى وأوضحت المؤسسة أنها تعتمد على خط لتوزيع اللحوم في جميع محافظات مصر من خلال المتطوعين ومكاتبها الميدانية والتي تتولى عملية استلام اللحوم وتوزيعها على المستحقين في النجوع والقرى والمناطق النائية والمدن الحدودية كما أضفت أنها عملت أيضا على تخصيص نسبة من اللحوم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة